أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة العشرات من الجنود في مواقع تجمعهم على حدود قطاع غزة بمرض ليشمانيا الجلدية كانت صحيفة معرفة العبرية قد كشفت عن الاشتباه في إصابة عشرات الجنود من الاحتلال الإسرائيلي في مواقع تجمعهم على حدود قطاع غزة بمرض ليشمانيا الجلدية وذكرت الصحيفة أنه تم تشقيص إصابة عشرات البنود بأفات جلدية يشتبه في أنها طفيل الليشمانيا المسبب لمرض وردة أريحة مشيرة إلى أن هذا المرض الجلدي الالتهابي قد يتطلب وقف الخدمة العسكرية